موسيقى موسيقى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأحباب حياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من برنامجكم توكل والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام الاستغفار يفتح المغالق يقول سيدنا أبو هريرة كان فيكم أمانان مضت إحداهما وبقيت الأخرى قال تعالى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ فإن كثير من الناس في هذه الأيام التي نعيشها يبحث عن أمن وأمان له من هذه الفتن والمحن والابتلاءات التي نعيشها ومن أعظم وسائل الأمن والأمان الاستغفار فبالاستغفار تغفر الخطايا والذنوب وبالاستغفار تكون البركة في الأرزاق وبالاستغفار يأمن الناس في حياتهم وبعد مماتهم فتعالوا بنا في هذه الدقائق نتعرف على عمل يعني يجلب لنا الأمن والأمان ورضى الواحد الديان إنه الاستغفار وقبل كل شيء لا بد أن نعرف أن ما نعانيه اليوم من ضيق العيش وذهاب البركة وذهاب الأمان ماذا كإلا بسبب الذنوب لأن الذنوب تغير النعم وما من مصيبة تقع في الأرض على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي في البشرية كلها إلا بسبب الذنوب والمعاصي بداية من كبائرها إلى صغائرها خذوا الأدلة على ذلك من كلام ربنا وكلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال عز من قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال عز من قال ذلك جزيناهم ببغيهم وقال سبحانه فأخذهم الله بذنوبهم إذن هذه الآيات ما أوضحها وما أصرح الكلمات فلا يقع بلاء إلا بذنب ولا يرفع بلاء إلا بتوبة وأوبة إلى الله جل وعلا وقال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجة والحاكم وغيرهما من حديث ابن عمر قال يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن وعوذوا بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا صلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم فالذنوب أيها الأفاضل تهتك العصم الذنوب تنزل النقم الذنوب تبدل النعم الذنوب تحبس الدعاء وتقطع الرجاء وتنزل البلاء فما من البلاء في الأرض على مستوى البشرية أو على مستوى الأمة المحمدية أو على مستوى الأفراد إلا بما كسبت أيدي العباد ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون وقال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فمن أخطر آثار الذنوب أخطرها هو أنها تمرض القلوب وتميت القلب وتجعل عليه الحجب عن الله سبحانه وتعالى فتش عن ذنوبك ستجد أنها يعني هي التي كانت سبب في ظلام هذا القلب جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه و أرضاه فقال يا علي حرمت من الصلاة بالليل و لا أدري لذلك سبب فقال له علي رضي الله عنه أنت رجل قد قيدتك ذنوبك يا من حرمت من البكاء من خشة الله و يا من حرمت لذة الأنس بالله و يا من حرمت لذة المناجات في الخلوة يا من حرمت من صلاة الفجر في جماعة يا من حرمت من الطاعة أنت رجل قد قيدتك ذنوبك رأيت الذنوب تميت القلوب و قد يولث الذل إدمانها و ترك الذنوب حياة القلوب و خير لنفسك أصيانها و علاج ذلك التوبة و الاستغفار أستغفر الله معناها أنك تتضرع إليه أن يظهر جميل أقوالك وأفعالك وأحوالك و أن يستر عليك الذنوب و الخطايا و المعاصي في الدنيا و أن يتجاوز عنها بين يديه في الآخرة فوالله الذي لا إله غيره ما كان الله سبحانه و تعالى و هو الغفور و الغفار ما كان الله ليستر عبدا من عباده في الدنيا ليفضحوا على هذه الذنوب بين يديه في الآخرة بذلك قال عليه الصلاة و السلام كما في الصحيحين من حديث بن عمر و اسمع إلى هذه البشرة حتى تعلم فضلك أيها الموحد المتبع للحبيب صلى الله عليه وسلم يقول بأبي و أمي و قلبي و روحي يدن المؤمن يعني يدنى بالمؤمن من ربه يوم القيامة يعني خليك ويا يا ابها يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع ربه رب العزة و الجلال عليه كنفه و الكنف في اللغة معناها الستر و الرحمة يا الله كم أنت عظيم و رحيم يا الله حتى يضع رب العزة و الجلال عليه كنفه و الكنف كما قلنا الستر و الرحمة و يقرره الرب ذنوبه يعني يقول الرب للعبد عبدي عملت كذا و كذا في يوم كذا من الذنوب و المعاصي يوم كذا فيقول المؤمن ربي أعرف ربي أعرف هنا يظن العبد أنه هلك و لكن يا حامل الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الكافي الله إذا بليت فثق بالله و ارضى به إن الذي يكشف البلوى هو الله و الله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله فيقول له الغفار جل وعلا و لكنني سترتها عليك في الدنيا و أغفرها لك اليوم يا الله يا رب هذه ذنوبي في الورى كثرت و ليس لي عمل يوم الحشر ينجيني جئتك بالتوحيد يصحبه حب النبي و هذا القدر يكفيلي إذن احسن الظنب ربك و الله عند ظنك به أنا عند ظن عبدي بي أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء من كان خير فخير و إن كان شرا فشر فحصن الظنب الله جل وعلا أن تلجأ إليه بعد كل تقصير بعد كل ذنب و معصية و خطيئة و أنت على يقين أنه جل جلاله أكرم و أجل من أن تلجأ إليه و تطرح قلبك بذل و انكسار بين يديه و أن تطلب منه المغفرة و التجاوز ثم لا يغفر الله لك بل احسن الظن و كن على يقين أنه سيغفر لك كن على يقين بوعده سبحانه و من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما اسمع إلى البشرة اسمع لثمرة الاستغفار اسمع لهذا الجزاء من الغفار جل وعلا و الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم و من يغفر الذنوب إلا الله و لم يصروا على ما فعلوا و هم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم مغفرة فقط لا أنت التعامل مع الكريم جل جلاله أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم و جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها و نعم أجر العاملين و اسمعوا إلى قول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ما هي الثمر يا رب يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين و يجعل لكم جنات و يجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله و قارا وقلوا الله عظموه ابتعدوا عن الذنوب لأن الذنوب رأى عن القلوب و حجاب عن المحبوب و الابتعاد عما يعني يحجب عن المحبوب و واجب مطلوب و كان عليه الصلاة و السلام يعلم الصحابة و هي لنا جميعا سيد الاستغفار احفظوها أيها الأحبة و أعلموه لأهلكم و أحبابكم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني و أنا عبدك و أنا على عهدك و وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي و أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هذا هو سيد سيد الاستغفار يقول سيد المستغفرين من قالها من النهار موقنا بها فمات من ليلته قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة و من قالها من الليل موقنا بها فمات من ليلته قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة و أما عن آثار السلف في الاستغفار قال قتاد رحمه الله إن هذا القرآن يدلكم على دائكم و دوائكم فأما دائكم فالذنوب و أما دائكم فالذنوب و أما دوائكم فالاستغفار و عن الحسن البصري قال أكثر من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم أينما كنتم فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة وقال ابن الجوزي إن إبليس قال أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله فلما رأيت منهم ذلك ثبتت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يستغفرون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وعلي رضي الله عنه قال العجب ممن يعني يهلك ومعه النجاح قيل وما هي قال الاستغفار وكان رضي الله عنه يقول ما ألهم الله سبحانه وتعالى عبدنا الاستغفار وهو يريد أن يعذبه وعن عائشة رضي الله عنها قال الطوبة لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا وقال عليه الصلاة والسلام من أذنب ذنبا فقام فتطهر ثم قام فصلى ثم استغفر الله عز وجل غفر الله له ذنبه وقرأ قول الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة يعني استغفروا لذنوبهم يعني ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم وهذه بشرى عظيمة لكم أعظم بشرى أيها الأحباب في الدنيا لما نقرأ عسى في اللغة العربية تفيد الرجاء ولكن عسى في القرآن فهي محققة الوقوع واجبة لأن عسى فيها إطماع وحاشى لله أن يطمع عبده ثم يحرمه قالها يعقوب عليه السلام عسى الله أن يأتيني بهم جميعا وقد تحقق ذلك جمع الله جميع أولاده فكل عسى بالقرآن هي محققة الوقوع واجبة باللغة الرجاء ولكن بالقرآن هي محققة الوقوع واجبة قالها موسى عليه السلام عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض وينظر كيف تعملون وقد حدث هذا أهلك الله فرعون واستخلفهم في الأرض وهكذا لو تتبعتم كلمة عسى في القرآن وجدتموها محققة الوقوع واجبة أما بالنسبة لقوله تعالى عسى ربه إن طلغ كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن فعسى هنا مرتبط بشرط لو وقع الشرط لو وقع الطلاق ولكنه لم يقع إذن أين البشرى؟ البشرى في قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم البشرى يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم من منا لم يخلط عملا صالحا بآخر سيئا كلنا ذو خطأ أبشروا بالتوبة فعسى هنا هي محققة الوقوع واجبة إن التوبة مقبولة بل إن الله يبدل تلك السيئات إلى حسنات نعم أيها الأحباب هذه رحمة الله تبارك وتعالى فهل سنعاهد ربنا اليوم على الاستغفار على الأوبة على التوبة ليفرج الله عنا ما نحن فيه من كروب ومن هموم ليرفع الله عنا البلاء ليرفع الله عنا الوباء ليرفع الله عنا الغلاء لنشعر بالأنس بالقناعة لنشعر بالرضاء لنشعر بالطمئنينة لنتذوق حلاوة السعادة ليوسع الله علينا أرزاقنا نعم أيها الأحباب إذن هذه 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 ثمرات الاستغفار فإذا أردت أن تنجو فعليك بالاستغفار لأن الاستغفار هو الدواء لكل أمراض القلوب نعم إن العبد إذا أذنب ذنبا كما قال نمس صلى الله عليه وسلم نكت في قلبه نكتة سوداء فإذا نزع واستغفر سقل قلبه فإن عادت عادت حتى تعلو قلبه فذلكم الران الذي قال الله سبحانه وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون اكثروا من الاستغفار نحن استغفارنا يراد لا استغفاره إجا الرجل إلى ابن الجوزي قال أسبح أم أستغفر قال الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون من يعني من الماء فقط الماء نحتاج إلى كثرة الاستغفار من تستغفر خليها تخرج من قلبك أستغفر الله أستغفر الله مو استغفار نيرراد لا استغفار حقيقة إذن نستغفر دائما ونكثر من الاستغفار فالاستغفار يفتح المغاليق نسأل الله أن يغفر لنا ولكم إنه ولي ذلك والقادر عليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر